بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا النهاردة بنتكلم عن جليس واحنا رسول الله هو اللي علمنا ازاي نهتم بالجلساء ونفرز الجلساء ما بين الجليس الحسن وجليس السوق الجليس النهاردة بيحتال على الناس فبعض الاحيين يظنوا ان هو جليس حسن بس هو في الحقيقة مش جليس حسن قال حاجة الجليس النهاردة بيخلي الناس يشوفوا الحياة على غير حقيقتها وبيعيش دايما الانسان مصدوم مصدوم في الحياة وفي الناس جليس مسؤول بشكل كبير على ان الواحد فينا يحس بالاحباط من اول محاولة هو واضح ان هو جليس في الحقيقة متعب جدا وده حقيقي الجليس دا اللي احنا نتكلم عنه النهاردة هو جليس التوقعات من اهم اشكال التوقعات على سبيل المثال لما حد يروح يتجوز ويتوقع ان شريكه سواء زوجته او زوجها هيبقى ملاك لكن شريك الحياة مش ملاك شريك الحياة بنا ادم زي بقيت البن ادمين فيعمل ايه؟ فيزعل ويتعب وطقته تخلص ليه طيب؟ في اقل وقت ليه؟ أصلي شريك حياتي طلع خلاف ما توقعت ويساعات ما بيقولش كده بقى الشخص المتوقع يقولك دا بان على حياته يقول ايه؟ دا بان على حياته ومن المثالة التانية المشهورة كمان في مسألة التوقعات حد متوقع ان كل الناس طيبين فلما يشوف تنافس غير شريف مثلا او في نطاق العمل على سبيل المثال او حد بيتعد على حق حد يحصل ويتخض ويصدم ويقول ايه دا؟ الحادي مش كويس انا مش عايز عيش الحادي مع ان الناس هم الناس بما فيهم هو على فكرة لا هم شياطين ولا هم ملايكة هم بشر زي بقية البشر كله ابن قدم خطاء حضرة النبي بيعلمنا ازاي بقى احنا عندنا هذا الاتزان في التعامل مع الناس كله ابن قدم خطاء وخير الخطائينا التوابون فالشخص المتوقع بيعيش حياة وبيظن ان كل اللي بيفكر فيه لابد ان يكون موجود في هذه الحياة ولابد ان كل ما يفكر فيه لابد ان هو يكون صحيح وان كل اللي هو عايزه والذي يريده لابد ان يتحقق ودي على فكرة اكذوبة كبيرة مفيش حد كل اللي بيفكر به بيتحقق ده حاجة كده من ممكن نعمل فيها مسلسل نعمل فيها فيلم لكن ده مش حقيقة لان الحياة مش بيامزجة الناس ولا بيهوى الناس وحشان كده التعامل مع الاخرين بناء على التوقعات سواء كانت التوقعات دي سلبية او ايجابية بيكون خطر جدا 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 وفي حالات ممكن يكون مدمر ليه في بعض الاسباب اللي بتجعل التعامل بالتوقعات خطر من اهمها اول حاجة ان بعض الناس اللي بتتعامل بالتوقعات معرضين تعرض كبير جدا جدا لفقدان الثقة يعني لما نفترض ان شخص سيتصرف بطريقة معينة بناء على توقعاتنا السلبية يمكن ان ده يؤدي الى ان احنا نفقد فيه الثقة وفي العلاقة بتاعته تبقى علاقة سلبية ونشجع السلوك السلبي بينه وبينه من غير ما يكون هو عمل حاجة واحد انا متوقع ان هو وعندي توقع سلبي ان هو انسان بخيل كل شوية بتوقع ان هو امتع يبخل امتع يبخل واول ملاقي يتصرف ممكن يبقى يتحمل على البخر بقول ان هو بخيل ايه ده يعني التوقعات دي اه التوقعات دي السلبية من اكثر الاشياء التي تتعلق بسوء الظن ونزاك كانوا زمان يقولنا اللي هيتوقع شيء ويظن شيء عليه انا عند ظن يا عبدي به هكذا تكلم مولانا فيما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العز تاني حاجة بقى من الاشياء السلبية اللي بتجيبها التوقعات التوتر التوقعات السلبية بتقدب الإنسان انه توتره يرتفع جدا 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 ليه؟ لان التوقعات السلبية بتعمل ايه؟ بتعمل اشياء سلبية في نفس الإنسان تجعله دايما حاسس بالتهديد حاسس بالرعب حاسس بالخوف وخاصة في قضية العلاقات ان الشخص ده امتى هيطلع الشخص ده سيء؟ امتى هيظهر على حقيقته؟ فطبعا كمان بتزيد التوتر وكمان بتأثى تأثير الحاجة التالتة ان فيه تأثير على ذات الإنسان تأثير سلبي لهذه التوقعات فتؤثر سلبا على تصرفات الشخص وسلوكه حتى ممكن يعمل يتجنب التفاعل والتعاول مع بعض الناس عشان التوقعات السلبية دي وما يكونش فيه اي حاجة حصلت تساعده على هذا التوقع ولكن يحس ان مجرد ما شخص بيعمل اي حاجة وهو متوقع فيه توقع سلبي يحس بعبق ويحس بضغط ويحس بدي ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم والاسم يضيق الصدور حاجة التالتة الخطر لما تكون في توقعات سلبية ان الانسان ما بيقدرش يحقق الامكانيات توقعات سلبية بتخلي الاشخاص ما يحققوش امكانياتهم الحقيقية لانهم بيكونوا دايما شايفين ان الاعتقاد بان الشخص لن ينجح عليها يجب عليه ان هو يتجنب المحاولة يا انه ارى بيض فما بيخرجش امكانياته لانه متوقع ان هو ايه انه هيفشل فيه اللي يحصل فيتوقف عن العمل وتوقف عن الاداء ويتوقف عن الشغل ويشوفوا ان ده ما فيش فايدة الحاجة الخامسة السلبية اللي بتتحصل بناء على التوقعات حاجة سيئة جدا انه فقد الشعور باهمية التواصل مع الناس التوقعات السلبية بتجعل ان انسان يفقد مش يفقد الشغف يفقد شعوره بانه هو عايز يتواصل مع احد لانه بيرى انه التواصل ملوش جدوى ملوش جدوى لا في فايدة من التواصل فما يتواصلش مع الناس وإن اللي يحصل ويقطع العلاقة بينه وبين الناس وعشان كده إيه اللي حاصل دي يجي رقم ستة بقى ان التوقعات السلبية بتكون سبب اساسي في تدهور العلاقات ليه طيب لانه بيبقى فيه فرص زائدة لحصول الصدام والتناحر وعدم الرضا والرفض والكراهية فكل ده بتعمله التوقعات السلبية من اول ما التوقعات السلبية بتخلي الانسان حاسس بالكآبة وبالديق وبالتوتر وتأثيرها السلبي على النفس واحساسه بعدم اردته للتواصل وصولا بتدهور العلاقات كل دي اثار سلبية اثار سلبية للتوقعات السلبية طب واذا كانت التوقعات بقى ايجابية برضو لو كانت التوقعات الايجابية ممكن تكون مفيدة في بعض الحياة لانها بتزود التفاقل وتعزز الثقة وتحافظ الناس للتعامل مع بعض والنجاح المشترك لكن في نفس الوقت لازم يكون يعني التوقع الايجابي في الناس لازم يكون متزن ليه لازم يكون متزن لان في بعض الاحيين التوقعات الايجابية في الناس لما ما تكونش متزنة ممكن تؤدي الى مشكلات ضخمة جدا 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 عشان كده بيقول يجب ان يكون التعامل مع الاخرين عبر توقعات متوازنة ومعتدلة بدون افراط طب اذا قام الانسان بقى بالافراط في التوقعات الايجابية مع الاخرين ايه التحديات والمشكلات اللي هتواجهه هتواجههم لهم من التحديات والمشكلات اول مشكلة هتواجه خبط الامل انه لما يرفع توقعات الايجابية في الناس يخيب امله ولذلك ايه اللي حاصل انا متوقع ان الصحابي اللي كان وقف جنب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقع من الصحابي توقع عالي انه هيكون اكثر ايمانا ويثبت قدام المعاصر فلما جهه وجد جلت في المعاصرية اضطر انه هو يزمه وقال فيه كلام سلبي فرسول الله سلم وكانه بيرده الى التوقعات انه بنى ادم فلذلك قال له لا تكن عونا للشيطان على اخيك ما تبقاش عونا للشيطان على اخيك وما تصفوش بالاوصاف دي هو بنا ادم زي بقى دي بنا ادمين وذلك الانسان ما بيرفع سقف توقعاته الايجابية في الناس هو معرض بشكل كبير جدا جدا لخيبة الامل ليه؟ لان التوقعات كل ما كانت غير وقعية في الاخرين بيمكن معاها ان يتعرض الانسان لخيبة امل عشان لا يتحقق مكان يتوقعه ويمكن ده اللي بيقدي الى الشعور بالاحباط والاستسلام عند الناس لان ما حصلوش اللي هو كان متوقعه من الاخرين تعالوا نشوف بقى مشكلة تانية من التوقعات الايجابية لما تكون لما الشخص يفرد في التوقعات الايجابية ايه اللي حاصل؟ التوقعات الايجابية دي ممكن تزود عليه الضغط النفسي الشخص اللي بيبالغ ويفرد في التوقعات الايجابية بيشعر بضغط النفسي متزايد ليه؟ لأن وجود الاحتمال في التوقعات بيخلي الضغط على الشخص ده يرتفع لأن التوقعات دي دايما قابلة للنجاح والفشل لكن لما هو يكون دايما متوقع النجاح والكمال وده ما يحصلش فهو يضغط نفسيا أن هنعمل إيه إذا ده ما حصلش ولذلك حضرة النبي علمنا ومولانا علمنا إزاي نعالج الكلام ده بمسألة مهمة جدا أن أنا مرفع الساقق في توقعاتي وما أفردش في التوقعات في الناس ولا في الأحداث ولكن لو توكلتم على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطير يبقى إيه؟ يبقى لازم كمان نفهم أن الإنسان هيتضغط نفسيا لو أنه أفرد في التوقعات الإيجابية تالت حاجة ممكن تحصل لنا بسبب الإفراد في التوقعات الإيجابية التأثير على العلاقات لأن الشخص لو ما تمكنش من قبول عيوب الآخرين بسبب توقعاته العالية إيه اللي أدي ده إلى إيه؟ إلى ده ده والعلاقات والصدام والإحساس بالغدر والإحساس بالعدم بالخيانة طب رابع حاجة ممكن كمان يكون لي أثر يكون أثر سلبي للإفراد في التوقعات فقدان الثقة إن الشخص يفقد الثقة في الآخرين لأنهم ما تصرفوش وفق توقعاته فيفقد الثقة فيهم ويعتبر إن ده أحد أشكال الحكمة وهي دي مش حكمة ولا حاجة ده نوع من أنواع رفع سقف التوقعات والتعاون مع الناس على إنهم لازم يكونوا وفق توقعاتي الأثر الخامس اللي ممكن يحصل للإفراد في رفع سقف التوقعات إن الواحد يتواصل مع الناس تواصل غير فعال طب ده يحصل إزاي؟ لأن الإفراد في التوقعات الإيجابية بيؤدي إلى عدم التواصل بشكل فعال مع الآخرين لأنهم إيه اللي حصل؟ هم كانوا هو ليس بحاجة إلى التعبير هم الناس مش محتاجين للتعبير لأنه عارف بسبب توقعاته العالية هو عارف محتاجين إيه ومشاعرهم إيه فهما مش محتاجين يتكلموا أنا بعرفك من غير ما تتكلم لا ده سقف توقعات عالي مش لازم أنت لازم تسمعني عشان تقدر تعرف أنا قصلي إيه الأثر السادس بقى اللي بيحصل لما الناس يكون سقف توقعاتهم عالي قوي 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 عدم الاستعداد للتحديات اللي ممكن تحصل ما بين اتنين في علاقة لأن النسان إذا تجاه للشخص التحديات أو الصعوبات اللي ممكن تواجهه مع الآخرين فيإيه يحصل؟ هيفقد القدرة على التعاون معهم بشكل فعال لأنه الحاجات دي لو حصلت هيحس بإن إيه ده أنا مصدوم ويكتفي عند فكرة أنه هو مصدوم لأن توقعاته دي ما كانتش وقعية وخاصة في التعاون مع الآخرين وهو بيسمي التعاون مع الآخرين بتوقعاته العالية حسن نية وتأدير ولكن في الوقت نفسه لازم يحترم أن الجميع لديهم مهيوب وقدرات متنوعة ده هيساعدوا على بناء ألاقات صحية ودايمة مبنية على الواقعية ومبنية على الحقيقة ولزيك أسوأ أشكال التوقعات إننا نتعامل كمان مع الله بالتوقعات أيوة نوقف شوي يعني إيه نتعامل مع الله بالتوقعات أنا متوقع إن ربنا سبحانه وتعالى عيرزقني رزق عظيم وإن إيه الرزق ده يعطيني كل ما تمنيت فأنا متوقع إن ده يحصل النهاردة ما حصلتش النهاردة يبقى يا رب أنا هسبب رواية بكرة وإنت أكيد هتحقق لي اللي أنا عايزه وأفضل أتعامل كده مع مولينا سبحانه وتعالى وحد بقى يستدل باللي احنا قلنا بقى هو مش ربنا قال لنا فيما روح حضرت النبي عن رب العزة أنا عند ظن عبدي بي يبقى صحيح ربنا بيقول أنا عند ظن عبدي بي لكن ما قالش أنا عند توقع عبدي بي إيه الفرق بقى إيه الفرق ما بين حسن الظن بالله والتوقع الشخص اللي صاحب التوقع والمتوقع بيجعل اللي بيتمنى شيء منطقي إنه يحصل في الوقت اللي هو عايزه يعني هو بيشوف وكأن ربنا يعني هيجد وقت مناسب إيه تاني غير الوقت اللي أنا توقعت إن ده يحصل إذا كان عايز يسعدني ما وما فيش اقتراحات تانية غير الوقت اللي أنا متوقعه ده مش أنا صاحب الحاجة آه بس ربنا ربنا لكن إحنا ما نتعاملش مع الله بالتوقعات نحن نتعامل مع الله بالرجاء وبنطلب من كرم سبحانه وتعالى وكل الأحاديث والآيات اللي بتبشر الإنسان بعطاء الله فهي بتبشره عشان يتعلق برجاء الله مش إنه يعتبر إن ما توقعاته حتمية على الله لأن الله فعال لما يريد أه صحيح الله لطيف بعبادي وليس الله بكاف عبده صحيح كل ده صحيح بس في نفس الوقت الله هو الله يفعل ما يشاء أم الإبع الفرق ما بين حسن الظن والتوقع التوقع أنا لا أحدد لله سبحانه وتعالى لا الوقت ولا الكيفية ولا اللي أنا عايزه أتحقق إزاي لكن حسن الرجاء أنا وحسن الظن أنا متأقن أن الله كريم وأن الله ودود أنا عرضت حاجاتي على الله وطلبت أنه يحققه وهو سيحققها في الوقت الذي يريد الذي هو أفضل من الوقت الذي أريد وعلى الهيئة التي يريد لأن الهيئة التي يريد هي الأسلم لقلبي وليحياتي وليصلتي به وعشان كده كتر التوقعات في التعامل مع الله يفتح علينا باب الوقوع ووقوع يعني إيه؟ اللي إحنا بنسميه كده في علوم الإدمان الانتكاس وإسعاتي يكسر الوقوع اللي هو السقوط في بئر الخطأ أنا دائما بقول لأحبابي بقول لهم إيه؟ فمن توقع وقع اللي يتوقع يقع طب الحل هو إيه؟ أن أنت تحسن الظن بالله لأن المتوقع سيدي بيعمل إيه؟ بيفعل مع الله زي ما بيفعل مع أبوه ومع أصحابه ينتظر أنهما يكون حنين عليه بالطريقة اللي هو عايزها والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولزاك إيه اللي حاصل؟ الله فعاله اللي ما يريد سبحانه ولزاك ما ينفعش أن أنت التعامل مع مولاك سبحانه وتعالى على أنه ما عندوش طريقة تانية يسعدني بيها غير الطريقة اللي أنا توقعتها ولزاك لو عمل أي شيء تاني وأعطاني شيء تاني لو غير احتياجي لو طيب قلبي من غير ما احتاج لده لو رقاني وأعطاني عطية معينة إيه لا يحصل؟ أقول لا هو ما عمل ليش اللي أنا عايزه وإن كان هو وسع علي أوسع مما طلب ولزاك لابد أن احنا نكون فاهمين الكلام ده بشكل واضح طب إيه الإجراءات اللي تساعدنا على أن احنا نكون عندنا حسن نظن في الله مش عايشين مع مولانا سبحانه وتعالى بالتوقع أول حاجة حسن التسليم وأول حاجة في حسن التسليم إن أنا أفهم أصل حقيقة الحياة إيه أصل حقيقة الحياة؟ إن حياة منا كلها منا من الله وإن الحياة مش فيها نقص ده الحياة فيها منا وعطايا من الله سبحانه وتعالى كله عنده عطايا كله عنده حتى الشخص اللي بيشتكي والمتقلم والموجوع هو صاحب عن ربنا أعطاه أعطاه حتى لو أعطاه الوجود بس وفيه حد ربنا خلق وأعطاه الوجود بس لا أعطى الوجود وأعطى الجسد وأعطاه أشياء كثيرة فإذا كان ربنا أعطانا كل ده حد فينا تفحت من ده محدش تفحت من ده يبقى بدل ربنا أعطانا كل ده يبقى إيه الحل؟ يبقى نحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى طب نحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى يبقى تاني خطوة إيه؟ نمشي بقى نمشي يعني إيه؟ نأخذ بالأسباب دوام الأخذ بالأسباب يبقى دي تاني خطوة داني حاجة أقول لحظاتكم عنها خده بالأسباب كل سبب عندك خد بي الحاجة التالتة وانت بتاخد بالأسباب ما تاخدش بالأسباب والأسباب تعب عليك والحياة بتسرع لا خد بالأسباب وانت مستبشر يبقى تالت حاجة الاستبشار رابع حاجة مقاما حصلت أزمة مقاما حصل شيء سيء ما تجيش تقول بقى بدل حصل شيء سيء يبقى ربنا كرهني وربنا مش حبيبني وربنا بيغضع المعوقات عندي عشان يعقبني الله لطيف بعبادي فكتب اللطف على كل شيء طب اعمل ايه عشان اتأكد ان انا عايش في اللطف الله استمر في العمل واداوم عليه يبقى الاستمرار في العالم اللي هو رقم اربعة ده ده دليل على فهمي لحسن معاملة الله دي وكمان ده بيدعم بيدعم بشكل كبير حسن الظن في الله حاجة الخامسة ان انت تشوف ان دوران الايام والليالي وتغيراتها لا شيء الا ان الله سبحانه وتعالى ينظر عليك فيها اللطف فلازم تبقى عايش وانت بتبص في حياتك كلها ترى اللطف الله ولذلك في حاجات بتتنشط ان انت ترى اللطف الله زي ما بتقل الحمد والشكر وكمان مناجات الله سبحانه وتعالى بتزود معرفتك باللطف ولذلك انت ممكن تقول لمولاك بتكلم مولاك سبحانه وتعالى وتنجيه وتقوله عن لطفه سبحانه وتعالى عن لطفه وجماله سبحانه وتعالى ولذلك تعالوا نبتدي بمناجال مع الله سبحانه وتعالى وكلموا فيها عن لطفه فنقول فيا رب اجعلنا نرى بنورك ونرى حياتنا من عندك يا نور دايما اطلب من الله سبحانه وتعالى انه ويجعل حياتي ويجعلني ارى حياتي بنوره سبحانه وتعالى يا رب العالمين اجعلنا على الدوام في نورك ولطفك وكرمك وودك اجعلنا يا رب العالمين نكون نرى انفسنا غريقين في مددك ومنتك يا رب العالمين واجعل يا ربنا كل ما اقتربنا من التوقع تفتح لنا بابا للرجاء وتفتح لنا بابا لحسن ظن فيك اجعلنا يا ربنا نرى الحياة بعين من حسن الظن وبعين من الرجاء برحمتك وجودك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين بعد الفاصل يا سادة نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على اسئلتكم المباركة اللي تلقناه على صفحتكم وصفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره اللي ما تلقى عليها اسئلتكم المباركة ونخصص ليه وقت عشان نجيب عليها وهو ده اللي احنا نعمله بعد الفاصل بعد الفاصل نلتقي باسئلتكم المباركة ان شاء الله رجاءنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة وتفتح لنا باب من ابواب البقاء في مجالس العلم ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الباب المفتوح انه هيجعلنا دائما في مجالس العلم ويذكرنا في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى وتعالوا نشوف الاسئلة اللي وصلتنا على صفحتنا واول سؤال بيقول هو سؤال مهم في الحقيقة على قدر ما هو سؤال لطيف لكن هو سؤال مهم هل زينة العروصة ليلة تسفافها وهي محجبة معصية السؤال كده في فخ يعني السؤال كده لطيف ليه لانه هو في فخ لانه لو تجاوب السؤال على الحل اللي هو فيه ده يبقى الناس ما بتكره الجمال وما بتحبوش الناس تفرح ومعرفش لا 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 خالص السؤال فيه تفصيل زينة العروصة دي زينة العروصة دي لو كانت بتشتمل على أي نوع من أنواع التعريب ممنوع حرام لانه إيه اللي حاصل لانه العريق حرام طيب زينة المرأة دي لو كان ليست هي الزينة الظاهرة ولكن فيها إسراف ومبالغة إلا ما ظهر منها فالزينة بتكون فيه أن يكون وجه المرأة على طبيعته وبقى هو ده الشيء اللي أرقى ما يكون هو أن يكون وجه المرأة على طبيعته أما اللي إحنا بنشوفه ده إن فجأة تبقى المرأة في زينة تبقى شخص تاني لما تتزين في الفرح لا ده ممنوع ممنوع كمان عشان الخداع فإذن زينة المرأة جائزة على أن تكون في حد في الحد الذي ليست فيه هذا الإسراف والمبالغة الذي لا يكون فيه أي نوع من أنواع إلا نوع من أنواع الخروج عن المرأة من أن تكون امرأة محترمة مكرمة إلى أن تتحول إلى عروسة لعبة يبالغ في مكياجة وخلاص أقنعنا الناس أقنعنا الناس أن هذه المبالغة الشديدة في ده هو اللي بيخلي المرأة في غاية الجمال وفي الحقيقة في الحقيقة أن المرأة تستطيع أن تصل إلى هذا بنوع من أنواع الزين الزينة الظاهرة إلا ما ظهر منها يعني الزينة المعتدلة التي لا تخرج وجه المرأة عن طبيعته وهو ده معنى الرقة واللطف والجمال وهو ده اللي هيخلي المرأة في أحسن صورة وفي أبها صورة فيبقى هو ده المباح وغيره يكون ممنوع ومحزور ويكون الأمر ده في هذا الحدود السؤال بعد كده يقول السلام عليكم ورحمة الله مولانا أخدت قرضا من البنك علشان أشتري شقة هل في مشاكل يا مولانا إذا كنت أنت أخدت المال ده كله وكتبت في الورقة أوراق الحصول على المال اللي أنت حصلت عليه من البنك اللي هو أنت سميته قرب هيبقى ده شكل من أشكال التمويل ويبقى ده جائز ويبقى كمان أن أنت فعلت هذا الأمر فيكون الأمر ده مباح إذا كتبت أن أنت أخذت المال ده من أجل وضعه في الشقة يبقى ده مباح وليس عليك اسم لأنه ده يكون نوع من أنواع تمويل البنك لشراء الشقة لأنه وده خلاص فلازم يتكتب في الوثائق اللي موجودة في وثيقة أخذ المال من البنك على سبيل هذا التمويل فيبقى ده لو أخذت المال وأحطيته كله لما أخذت المال أخذت المال من أجل الشقة ورحت واخذ المال كله وحطيته في الشقة هيكون ده جائز وليس حراما لأنه من قبيل التمويل وليس من قبيل القرد الذي يجر نفعا فيكون ربا السؤال بعد كده وإحنا عندنا ثلاث حاجات عندنا المشروعات تمويل المشروعات وتمويل كمان وتمويل كمان الخدمات وتمويل أيضا الشراء يبقى تمويل الشراء وتمويل الخدمة وتمويل كمان المشروعات التلاتة دولة إذا كانوا ينص عليهم فيكون المال ده أخذه جائز ودفعه في شراء الأشياء جائز ويكون التملك صحيح يكون التملك صحيحا السؤال بعد كده بيقول لو الزوج طلق زوجته طلق شفوي ثلاثة مرات متفرقين وكان كل مرة بيدفع كفارة وما طلقوش عند مأزون هل في أمل للرجوع لأن في أطفال في النص وهم رضع طيب أنا أقول نصيحتي بعد عشان ما نبقاش بنقدم الدعوة على الفتو أول حاجة حذلك تفضل اتصل بنا على مية وسبعة أو اتصل بنا أو تعالى على دار الإفتاءة المصرية عشان نقدر نجاوب على سؤال حذلك أو خد يا سيدي رقم من من كنترول عشان نقدر نجاوب عليك لازم نحقق في مسائل الطلاق ما ينفعش اللي تقال دا طلق تلات مرات طلق شافوي كل مرة قال فيها ايه واللي قاله دا قاله بأي دافع والدافع دا اللي هو قاله علشانه ليه علاقة بالطلاق ولا لا طيب الدافع اللي قاله ليه علاقة بالطلاق ولا لا طب بعد كده كمان طب هو كان حالته ايه وهو بيقول كده كل الاسئلة دي اسئلة مهمة جدا جدا في مسائل الطلاق طيب كل الاسئلة دي ينفع اسئلة على حد تاني غير المطلق الجواب لا لان اغلب الاسئلة دي اسئلة تتعلق بالشخص نفسه وما ينفعش هو ممكن عن فكرة يقول لحد تاني ويكون هو اللي بيقوله له دا بيسكته او بيقوله الكلام دا عشان ما ما يزعلوش لكن احنا عندنا من ادوات التحقيق ما توصلنا به ادوات التحقق انا بحب كلمة التحقق اكتر من التحقيق لاني السائل مش متهم وزيك في بعض الاحيين بعض السائلين بيبقى عندهم مشكلة ان هو خايف لان ان الشيخ يتعامل معاه لانه متهم ويكذبه لا الحقيقة ما بنعملش كده لكن احنا بنحاول نساعدك على الفهم الحقيقي او التصور الكامل لصورة المسألة فعشان كده بنسألك الاسئلة دي عشان نتحقق انت قلت ايه وكان اصدق ايه وكان دافعك ايه وكان الظرف اللي انت قلت فيه ايه وكان الغالب على ظنك وانت بتقول الكلام دا ايه وهل انت لما قلت الكلام دا كان اصدق ان انت تعمل الكلام دا باي شكل يعني عايز تطلق عايز تطلق ازاي طب انت كنت فاهم مفهوم الطلق معناه ايه كل الكلام دا لازم نتحقق منه وانحقق فيه عشان نقدر نوصل للحكمة على مسألة الطلق ولذلك نصحتي ان حركة تتصل بنا عشان ما يبقاش المسألة مسألة افتراضية وانا بقوله بدل فيه حد يسألك وقال لك لو الزوج عمل كذا كذا زي السؤال اللي عندنا كده ما تجاوبش كده ما تجاوبش ليه لانه هياخد الكلام اللي انت بتقوله كأنه مسألة فقهية وينزلها كمسألة افتراضية على وينزلها كواقعة افتراضية على حاله وهو غير اهل الدا والناس اللي همه بيتعلمه يقول لك قل لي بس الفاتوة وانا هافتي نفسي قل لي انت بس الاحكام الفقهية وانا هافتي نفسي هذا لا يجوش شرعا لان لو كان ده جائش شرعا ما كانش الله سبحانه وتعالى قالوا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما كانش حضرة النبي لما قال لما الناس افتت بعضها قتلوهم قتلهم الله انما شفاء العي السؤال يبقى الحل ان في ناس الواجب اللي عليها امام الله والواجب الشرع عليها ان هي تسأل اهل العلم ان هي تسأل اهل العلم ودهوة اللي عملوا الصحابة مع حضرة النبي وعملوا التابعين مع الصحابة وعملوا اتباع التابعين مع التابعين كل واحد كان بيسأل العلماء الذين قبله عشان يقدر يوصل للحق فإذا ما ينفعش أن الناس تفتي نفسها ولكن لابد أن إيه اللي يحصل لابد من سؤال أهل العلم لأنهم في الحقيقة أهل العلم مش بيمارس السلطة لكن يمارسون الواجب والخدمة المجتمعية التي أقامهم الله فيها دي خدمة بيقدموها للمجتمع زي خدمة الطب وزي خدمة كل الخدمات زي خدمة التعليم هذه خدمة أقامهم الله فيها ولم يقل أحد أبدا أبدا أن العلماء وهم بيبينوا ده بيتكلموا بنوع من أنواع أن هم مفوضين من الله سبحانه وتعالى أبدا هم حتى لما بيعرفوا الحكم الشرع 비قولوا بيعرفوا الفاتوة بيقولوها بيان الحكم الشرعي في واقعة بغير إلزام بغير إيه بغير إلزام وإيه تاني بيان الحكم الشرعي يعني هو يبين هذه المسألة يبين لك مراض الله سبحانه وتعالى يبين زي موحد بيبين ليك بيبص على الليل فيقولك الليل الموجود ولا لا بأداة تطلع الميكروسكوب تطلع أصول الفقه فتطلع أصول الفقه يبقى هو بيستخدم العلم عشان يبين لك الحكم الشرعي فما تروحش تستفتي نفسك وتقول والله أنا شايف والله إن الطلاق مش هيقع أو إن الطلاق يقع سواء قلت الطلاق يقع أو الطلاق ما يقعش وانت مش من أهل المعرفة بهذا الباب اللي هو باب الفتوى انت على كلا الحالتين مخطئ ومحاسب أمام الله سبحانه تعالى لقوله تعالى ولا تقول لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فلازم المسألة تكون واضحة للناس عشان ما يقعوش في أخطاء هذه الأخطاء تكون سببها إن الواحد يدمر حياته وهو ويوقع نفسه ويخرج نفسه من ظلمات نعمة ربنا عليه في الجواز إلى ظلمات الطلاق الوهمي اللي هو ما تحققش أو العكس السؤال اللي بعد كده بيقول أخرج بعض الصداقات بقدر ما أستطيع أنا وزوجي ولكني أشعر بالحزن والأسى على الناس الذين يعيشون في محيطي في الشوارع وعلى الأرصفة بعضهم بملابس ممزقة وبعضهم بدون غطاء أو طعام مما جعلني أشعر بالذنب داخل منزلي على أنني وغيري منعامين من عند الله وغيرنا يعيش في مأساة فماذا أفعل للتخلص من هذا الإحساس مع العلم أنني أتصدق بقدر الإمكان أنا وزوجي أنا شايف في الحقيقة المبالغة في هذا الإحساس هو المضر أن أنت ما تقدرش تستمتع بنعمة ربنا لا الله سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لأزيد أنكم فأنت عليك أن أنت تشكري نعمة ربنا سبحانه وتعالى مش تعتبر أن النعمة ربنا دي أنت مش مستحقها ده ما يجوش شرع أو تعتبر أن النعمة ربنا طب إزاي الدني أنا نعم والناس الآخرين ما عندهم مش لا ولذلك أنا أقول لحضرتك الحل بس أعايز أقول لك أن هذا الشعور المكدر لك في حياتك إذا كان هذا من قبيل يا رب أنا أفتقر إليك أن أنت تطعم هؤلاء وتكرم هؤلاء وتجعلهم في حماك وتجعلهم في رضاك وتجعلهم في كنفك وتجعلهم في عين عين حصنك الذي به تحصن العباد فلا يصل إليهم أذى ولا يصل إليهم وجع ولا يصل آه ده لطيف هذا شعور رطيف إن احنا نتزلل إلى الله عشان ينقذهم لكن إنا لو دخلت زي يوم وبقيت بلا نعمة وترميت جنبهم أنا هم استفادوا إيه ولا حاجة يبقى الصواب هو إيه اللجوء إلى الله والدعاء لهم بظاهر الغيب ومساعدتهم بكل ما أستطيع فإذا أنا فعلت هذا أعملت الواجب علي شرعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فأنت مش مأمور أن أنت تكلفي بشيء أزيد من وسعك وأنا شفت ناس كتيرة أخرجوا من مالهم وأفسدوا حيات أولادهم لا إحنا لازم نتعلم أن خيره دينار دينار أنفقته على أهلك فأنا لو حزين على أولئك الناس يبقى أنا لازم أقوم بالإنفاق على أهلي طيب نعمل إيه بقى؟ نعمل ثلاث حاجات أول حاجة أنا شايف أننا لازم نعملها أننا نأتي أنا والأولاد ويبقى عندنا قدر بما أننا عندنا هذا الشعور الذي لدينا من أننا بنحب أننا نتصدق ونحب أننا نساعد الناس على طول من أنا وصغير من أولادي وهم من أم وصغيرين نتعود أننا نخرج قدرا من المال ولو كان قليلا وهذا المال نعمل إيه؟ نعمل به ونتصدق به كده يبقى أنا عملت إيه؟ نشأت أولادي وأنا كمان مارست هذه الصدقة دائما طيب الحاجة التانية هو أننا في نفس الوقت أقرأ بشكل واضح عن كيفية عمل التطوع وإيه أفضل المجالات في مجتمع زي المجتمع المصري أتابع الأخبار فأشوف إيه أفضل أماكن التطوع فأقوم بهذا التطوع لأن لو شفت الناس اللي موجودين دولا احتمال يكونوا للأسف من المتساولين فما يكونش الشعور اللي أنا شعرت به دوة شعور إيجابي ولا شعور صحيح ولكن أشوف جهات التطوع الصحيحة وأتثقف وأعرف كيف أنا أروح معها الأمر التاني أن من الحاجات الجيدة في اللي أنا فيه دوت إن أنا يكون عندي حلم حلم إن أنا أعمل مثلاً كيان تطوعي أو جمهائية خيرية تخدم هؤلاء الناس فأسألة الاستدامة في الخير مسألة مهمة جداً 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 يبقى ثلاث حاجات إحنا لازم نعملهم ونعملهم بجدية ونعملهم بقوة وهي الكلام اللي إحنا بقولنا عليه دوت أي خلي نفسك تيزول عن هذا الإحساس مش يزول الإحساس لكن يصل الإحساس دي إلى الاتزان وإلى كمان إلى إن إحنا الاستدامة وإن إحنا نستمر ونحقق قوله صلى الله عليه وسلم خير العمل أدوامه وإن قل يا سادة نتكلمنا عن حاجة مهمة النهار ده قوي إن إحنا إزاي عنا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بحسن الظن ونترك فكرة التوقعات وإزاي إن التوقعات سواء كانت إيجابية أو سلبية في مخاطر لها في التعامل مع الحياة التعامل مع النفس التعامل مع الناس يا سادة التوقعات إحنا مش محتاجين نتوقع إحنا محتاجين نستمر في حياتنا إحنا محتاجين إن إحنا نرجو الله سبحانه وتعالى إحنا محتاجين إن إحنا ما نعش في سجن اسمه سجن التوقعات عايزين نتحرر ويبقى الرجاء هو الباب الواسع اللي بندخل بيه على حضرة مولانا سبحانه وتعالى فنعيش في الوسع ما نعيش في ديء التوقع ولكن نعيش في سعة عطاء الله سبحانه وتعالى وفضل الله وكرم الله خلينا دائما نبص إلى الحياة بعين فيها الرجاء وعين فيها حسن الظن فيجتمع علينا الفضلين وتجتمع علينا النعمتين لأننا أحسن الظن في رب العالمين أكرم الأكرمين وتعلقنا بأهداب رحمتي وتعلقنا بأهداب رحمتي ونحن فقراء مصدقنا وعده سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين مصدقنا وعده أليس الله بكاف عبده نحن نتوقع لا نتوقع ولكن نحن نرجو نحن نعيش مع الله بالرجاء والرجاء هو الذي يجعل العبد يذوق حلاوة العطاء اللهم علمنا الأدب معك وعلمنا حسن الظن فيك ودوام الرجاء في رحمتك وفي عطائك وفي فضلك وفي مددك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دوما من الراجين وممن أحسن الظن فيك يا رب العالمين اشتركوا في القناة الان's اشتركوا في القناة شكرا